حياكم الله في حلقة خفيفة وسريعة على بعض المباريات اللي قدرت أشوفها بحكم شغلي بالقناة مو حلقة تحليلية بحتة لا هي عبارة عن وجهات نظر ونعطي بعض الآراء ونقد رياضي سوال في بينه وبينكم فسمح للوقت أني أقدر أشوف مبارات تشلسي والسيتي في البريمير ليك وعندي كلمة على محمد صلاح وأيضا بنتكلم عن مبارات مايوركا وريال مدريد وآخر شيء بخلي الكالتشو ما في واسطة اليوم وبتكلم بشكل بسيط أيضا عن تعثر الانتر وتعثر ميلا فتوكل على رب العالمين وشكرا على دعمكم في الحلقة الماضية وصلنا لأكثر من 100 ألف مشاهدة فبعد فضل رب العالمين أنتوا سر نجاح هذه القناة نروح على مبارات تشلسي والسيتي ونستعرض التشكيلتين لكن بركز أول شيء على تشكيلة مانشستر سيتي فيها درس كروي فيها درس فني لو تلاحظون تشكيلة أول شيء رودري غير موجود وما فيها ولا لاعب فكاك الكور ما فيها ولا لاعب نص دفاعي فهني السؤال عبدالله شون تلعب في ملعب خصمك ستانفورد برج وانت ما عندك ولا لاعب فكاك للكور لأنه جوابي لأن الأساس والنظام يغلب على خصائص اللاعبين بمعنى بب في برشلونة كان عنده بوسكت ما يدافع انييستا ما يدافع شافي مفكاك كور وبالتالي ما كان عنده لاعب نص دفاعي لما يغيب يا يا توري زي شلون يقدر يدافع؟ يدافعوا الكرة معاه ما راح أعطي خصمي الكرة وبالتالي دايما الأفضلية عندي نفس الشي في الستي صح أنه أنا ما عندي للاعب ارتكاز واحد حقيقي اللي هو كوفا زيتش لكن منطق الستي وسيستم اللعب أن الكرة دايما تكون معاي وإذا فقتها خط الهجوم يضغط بشكل سريع ويسترجع الكرة هذه فلسفة بيب أما نمتلاحظ تشكلة تشيلسي اللي فيها كايسيدو اللي فيها لابيا اللي فيها انزو مو بالضرورة أن تعطيك أمان دفاعي أكثر فبصراحة أنا ما اطلع تشكلة سيتي اللي فيها دوكو وسابيو وبرناردو وديبروين وهالند تستغرب أن شلون هالفريق قادر يطلع بكلينشيت فهي المسألة منظومة بيب العظيمة أنا بالنسبة لي عموما تشكلة تشيلسي وتشكلة سيتي منطقيا قبل مباراة كلنا راح نقول لنا السيتي متفوق السيتي راح يفوز وأنا عندي قناعة لو نبدل تيشيرتاته 11 لاعب من السيتي نحطهم في تشيلسي والعكس صحيح السيتي راح يفوز بين كونكو وجاكسون وبالمر ليش عبدالله؟ لأن الأساس في الفوز والنجاح للمشروع للاستقرار للمنظومة لاستقرار المدرب بغض النظر عن اللاعبين نعم الأدوات تفرق لكن لما تشيلسي يغير كل موسم مدرب ولحي ما استقر على تشكيله ودائما عنده تغييرات لا تتوقعوا أنه ممكن يجاري الفريق اللي محتكر بريمير ليج لأربع سنوات من التالية فأنا دائما نقول المنظومة والاستقرار أقوى من صفقات الشراء السريعة واللحظية انزل بدأنا للمبارا والسيتي راح يلعب ملعب تشيلسي اللي تقريبا الحين مع هذا الفوز عشر مباريات حرفيا في آخر عشر مباريات تشيلسي ما عنده ولا فوز ضد مانشستر سيتي خلينا نتكلم على طول في البداية شفنا أن دوكو يلعب جراح يمين وسافيو يلعب جراح يسار وهذه كانت معضلة لأن كل واحد قاعد يلعب بنفس اتجاه القدم دوكو يمين يلعب يمين سافيو يسار يلعب يسار فكنت أتوقع وأنا قاعد طال العنبرة أن هذه الخطة ما تستمر لأنهم مضطرين دائما يلعبون عرضيات حق هلند لكن بعد عشر دقائق صار فيه سويتش كل واحد يقدر يتخلي عمق الملعب وقدمه عكسية للداخل وهذا اللي صار بالهدف الأول تميرة دوكو بعد منطقة اللي صار إلى هلند لكن شي غريب للأمانة شي غريب إذا أفضل مهاجم في البرمير ليك إذا أقوى مهاجم في الستي إذا اللاعب اللي لازم تكون أنت أول لاعب تراقبه هو الستي لاحظوا هدف الستي وشوفوا الفراغ الموجود أول شيء بنص الملعب معنى أنت عندك إنزو ولابيا وكايسيدو لكن قلت لكم هي مو بالأفراد هي بالتنظيم مساحة بنص الملعب المسافات ما بين كولول وما بين بوبانا كبيرة أنت شون تخلي مهاجم مثل هلند بهالمساحة أن يستلم ويتحرك ما بين اللاعبين قوة المدافعين ضد هلند أنك تكون قريب منه ما تخليه يستلم تقرأ مسار الكرة قبله تتدخل معاه بتدخلات خشنة قوية تستخدم قوتك البدنية مثل ما سوى روديغير ريال مدريد والسيتي كان دايما قريب منه ما يخليه حتى يستلم الكرة وبالتالي أنت لازم تقلل مسافة بينك وبين هلند وهذا ما صار بالهدف الأول تمريرة فيها ساذاجة المدافعين وهلند استخدم قوتها البدنية ضد كوكرية وضد فوفانا وضد كولول وقدر يسجل الهدف الأول تحسون الستي و تشلسي فيه ثقل فني الستي مو مو الفكر القديم اللي لازم تسعين دقيقة أضغط وترك مساحات لا هدوء وتناقل كرات بما أن رودري غير موجود فلازم أنا أمن منطقتي وبعدها لاعبيني فردياتهم يعني عندها الحلول زائد منظومتي قوية أقدر أستغل أخطاء الخاصة في المقابل بعد ما تكلمنا عن هلند والهدف والقدرات البدنية والتهديفية من لمسة واحدة أو من فرصة واحدة شوفوا بعض اللقطات اللي صارت لي جاكسون بعض اللقطات اللي صارتها جونكونكو شيء كارثي لأبعد الحدود تحركوا في المساحة لكن اللمسة الأخيرة سيئة واحد ضد واحد سيئين وبالتالي حاجة تشيلسي للتوقيع مع فيكتور أوسمين صارت يعني صار أمر ضروري جدا أوسمين مع نابولي يقدر يسحب فريقة عبدالله شو يعني يسحب فريقة لما تلعب لكرة مباشرة يقدر يحضل عليها يقدر يحجز المدافع يقدر يصعد فريقة يستحوذ على الكرة بعض الثواني ويصعد فريقة تشيلسي يفتقد للمهاجم القوي المهاجم القناص المهاجم اللي يقدر من أنصاف الفرص يسجل هدف بالشوط الثاني المشكلة بالشوط الثاني السيتي كان هادي وما عنده استعجال بالوصول للثلث الأخير ودخل لاعب بقيمة فودر من الدكة لكن أيضا استغل أخطاء تشيلسي وقدر يكسب كرة من نصر الملعب وكوفا زوج بهدف رائع تدوا أنا شنو أستغرب منه أنا ما بكون قاسي على تشيلسي لأنه مدرب جديد وتشيلسي أظهر بعض اللمحات لكن لازم يستقر أنا استغربت من تشيلسي أنه حسيت أنه كثير أنه فيه ثلث لاعبين ارتكاز لابيو كايسيدو وإنزو دايما قاعد أركز عليهم ليش أنت دور لاعب النص يطلعك من مناطق البغض يلعب كرات طولية أو يربط بخطوط الفريق وزائد أنه يحمي منطقة المنطقة اللي أمام قلوب الدفاع أنا كنت أعتقد أنه فيه لاعبين كافية في هذه المنطقة والمدرب باريسكي يحط لاعب عنده التنشيط الهجومي لا أنزو جيد هجوميا لا كايسيدو لا لابيو وبالتالي أنت مضطر فقط تلعب على أطراف الملعب تلعب على جاكسون وتلعب على بالمر أو نيتونا مدخل لكن ضد الستي إذا ما تستغل أنصاف الفرص مشكلة خلت أتكلم على لقطة لمسة اليد على كوفازيج هل هي ركلة جزاء أو لا لو كنت مشجع تشيلسي أنا كعبد الله على طول بلنتي إيده موسع جسمه فلازم يحسب بلنتي وإذا كنت مشجع للستي إيش راح أقول لا المسافة كسيرة من قوانين عدم احتساب ركلة جزاء أن كل مسافة كسيرة لأن اللاعب ما يكون متحكم بإيده فليش أنا قلت لك لو كنت مشجع لتشيلسي والستي لأن الآراء في السوشيال ميديا أو آراءنا إحنا كجمهور مختلفة عن آراء حكام الفار أو النظرة التحليلية للحكم اللي يأخذ الأمور قانونية فعلى طول الحكم أول ما بلغوه حكام الفار كمل اللعبة أكيد وجهة نظرهم والعذر اللي شافوه أن المسافة قريبة جدا ما بين الكرة وما بين إيد كوفازيج فهي ليست ركلة جزاء عبد الله هل في حكام يحسبونها؟ نعم ليش؟ شنو جهة النظر؟ في بعض الحكام يقولون هذي أهمال أنه مفروض إيد كوفازيج ما تكون موسع جسمه وتأخذ مساحة كبيرة لازم يكون ضام إيده وفي بعض الحكام مثل مباراة اليوم يقولون لا المسافة قصيرة لا عم ما راح تحكم فأنت كمشاهد أنت كجمهور أنت كصاحب نظرة معينة ولك خبرة تأخذها حسب مقياسك لكن احنا بالنهاية بنمشي مع حكام الفار وشافوا أن المسافة قصيرة وهي ليست ركلة جزاء عموما ما في حكم على البدايات لحد الآن نعم ستي مرشح ستي مستقر تشلسي ما زال يحاول إيجاد هوية وهذا الأمر يحتاج وقت طويل لازم يعطون مرسكة وقت طويل لا يكرون أخطاء اللي صارت مع بوكتينيو أو جراهان بوتر نزيل خلصت من المباراة وفوز مستحق 100% وهذا ليحين رودري ما رجع هذا ليحين ساب يومات أقلا 100% هذا ليحين لعبين من دون ووكر من لعبين ريكو يعني ظهير أيمن وقدم مباراة ممتازة فالسيتي أكيد دايما هو المرشح عندي كلمة قبل أخلص من البريمير ليج على محمد صلاح قبل وإحنا صغار إذا شفنا لاعب عربي في أوروبا ننصدم نستغرب نستانس نحس إنه مقلة وما يكونوا مبارزين لكن إذا كان في لاعب قدم شي جيد فنطير فيه لأنه أمر يعني مستغرب نوعا ما فكنا نفرح مع نور الدين نايبت مع دي بورتيفو كنا نفرح مع راضي الجعيدي كنا نفرح مع علي الحبسي كنا نفرح مع عميدو لأنني أنا ما لاحكت على رابح ماجر الأسطورة مع بورتو فاللي قاعد يسوي طبعا أكيد في نماذج جميلة في السنوات الأخيرة لكن أنا أتكلم عن محمد صلاح اللي وصل لفربول تقريبا نصيه 2017 ومسجل أكثر من 150 هدف هدىه في البريمير ليك ثلاث مرات ودائما في المبارات الفتاحية يسجل مهما مرب دروب لأنه يكون نقطة مرجعية في خط هجوم لفربول اللاعب ليطور من إمكانياته بشكل مخيف وكلوب ساعده من بعد فترات خنقل بازل ولا تشلسي ولا فيورنتينا ولا روما اللاعب لي كان عنده ميزة أنه يضيئ كرات كثيرة أو فقط هو لاعب يجري في المساحة إلى لاعب طور نفسه طور قوتها الجسدية خنقل البنية الجسمانية والكتلة العضلية وطور ذكاء في اللعبة محمد صلاح أنا باعتقادي نموذج مخيف مرعب للاعب عربي في البريمير ليك واحد من أقوى الدوريات بالعالم رقم واحد على مستوى العالم من ناحية التنافسية ويكون ثابت بهالاستمرارية وبهالأرقام ويكون واحد من أساطير ليفربول لا لا شيء مخيف شيء أنا ما عشته وأنا أول ما تابعت كرة قدم أنه يمر عليه نموذج عربي بهالقوة والأهداف فبمكة نموذج رياضي بصراحة للتاريخ للتاريخ عموما خن روح على انبارات مايوركا وريال مدريد وتحية كبيرة لمدرب مايوركا اللي هو أرساتي اللي بصراحة قدم شوز ثاني على الأقل رائع جدا مع الحارس طبعا غريف مع خنقول اللي بصراحة صدمني أنا كنت أتابعه في لاتسيو اللي هو المهاجم موريكي ما كان بها القوة ما شفت للا هدف واحد مع لاتسيو لكن فاز بجائزة من أوف دو ماتش عموما في انبارات مايوركا ريال مديد في نقاط نتكلم عنها ملازم تحليلية لكن نعطي فيها آراء أول شي بخصوص الخطة أتوقع انتهت مسألة أن شلون فينيسوس يلعب مع مبابي ورودريغو ومن يلعب جناح يسار ومن يلعب رأس حربة هذا الأمر انتهى شفناه بكاس السوبة ضد أتالنتا وشفناه اليوم ضد مايوركا وخصوصا في الهدف في قدرة عالية أن انبابي يبدأ رأس حربة ويتحرك على اليسار وممكن شكل مثلث لما بلينجهام يتحرك ما بين انبابي وما بين بلينجهام وما بين فينيسوس أو رودريغو وشفناه بالهدف بشكل رائع جدا إذن كلمة أنشلوتي أنه بالثلث الأخير أنا ما راح أعتمد على أن اللاعب يوقف بمساحة معينة لا أنا أعطيك حرية الحركة حسب مسار الكرة وحسب فهمك أنت كلاعب مهاري وهذا اللي صار بالضبط أنزين نقطة ثانية دور بلينجهام حدثنا ليش ليش بلينجهام اليوم كان مختلف عن الموسم الماضي أنزين الموسم الماضي بلينجهام مركز أساسا في الملعب يكون مثلث الهجوم يعني بلينجهام مع مهاجمين لكن لأن اليوم ريال مديد موقع مع كليان انبابي فهو اضطر إلى الأربعة ثلاثة ثلاثة عنده جناحين وراس حربة فاليوم لازم بلينجهام يشتغل أكثر في منطقة بعيدة مع ثلاثة خط الوسط يكون بلينجهام مع تشواميني مع بالبيردي فمن دون كرة مضطر بلينجهام أنه يكون في مناطق متأخرة ومع الكرة يحاول أنه يزيد زين شنو تأثيره على ريال مديد تأثيره أنه لما يكون عندنا رودريقو مبابي بنيسوس في نقطة أنا أفتقدها اللي هي العرضيات اللي هي الكرات العالية أنا مضطر كلما أوصل للثرة الأخير ألعب على الأرض مثل الهدف أتناقل الكرة بشكل سريع أستخدم مهارتي تزديد أي أن كان لكن قلت خنقول عدد العرضيات لأنا ما عندي خسيله ولا عندي بلينجهام اللي يكون دائما متأخر لنص الملعب فهذا الاختلاق ما بين بلينجهام الموس الماضي أو بلينجهام لما يلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة فممكن في المباريات القادمة إذا رودريقو كان في الدكة يرجع بلينجهام يلعب تحت مبابي وفينيسوس هذا الجانب شلي ما عجبني فيه ريام ديد اللي المفروض أنه ما أقنع جمهورة ونقطة كانت يعني ما توقعنا ريام ديد يستحق أكثر من التعادل شلي ما عجبني في ريام ديد أو وش التبديلات أنت لما شفت الفريق واصل للدقيقة 75 أو 80 وبنفس الأداء ومو قادر يوصل المفروض تبديل قولير إبراهيم دياز فازكوس عليميم وكان المرهق كربخال يكون في وقت أبكر يعني مو آخر خمس دقائق ولا عشر دقائق نزع النقطة الثانية الهدف اللي استقبله ريام ديد من الكرة الثابتة هذا شي يعزي أنشراتي شنو يعزي أنشراتي أن أنا ما استقبلت هدف من خطأ تنظيمي من كرة متحركة لأوبين جيم لا أنا استقبلته من كرة ثابتة سوء تقدير مثلا من روديغير ولا من بلينجهام ولا من أي لعب واستغل مريكي بقوة بدنية ممتازة وتحية المدرب أرساتي اللي بالشوت الثاني يركز على نقطة الكرات العالية للمهاجم مريكي انزين شنو بعد عدد الله بعض الملاحظات على ريال مدريد ريال مدريد تقريبا بالشوت الثاني أول ربع ساعة عشرين دقيقة خسر استحواذة نهائيا وتشعر أن تشواميني هو لاعب لتغطية مساحة تشعر أن فالفيردي هو لاعب ما يدير ملعب هو لاعب يجري قوة انفجارية لاعب ديناميكي لاعب يتحرك بالمساحة بشكل ممتاز لكن هو موتونيكروس شواميني موتونيكروس ولا مودريد بعزة بالانقهام نفس الشي بالانقهام تم اختزال الموصل الماضي في أدوار هجومية أكثر فتشعر أن ريال مدريد فقد السيطرة على نص الملعب ولذلك أول تبدير كان لوكا مودريد أنشلوتي يبي يرجع أو يرجع الاستحواذ عشان ريال مدريد يطلع من ضغط ميوركا ويصعد ويبني هجمات أكثر هذه نقطة أن نص ريال مدريد مو النص اللي قادر أنه يستحوذ بشكل كبير النقطة الثانية خلت أتكلم على نقطة فينيسس مع الجمهور مو كل شيء عنصرية بمعنى مرات الجمهور أنا من حقي أنا من حقي كجمهور أصفر على نجم الفريق هو النجم الأفضل وبرشيح ناخد كرة ذهبية إذا ما كان فيه عبارات عنصرية ما لا داعي بنيسس يتفاعل مع الجمهور صفر علي من نهاية أنا نجم برد عليك في الملعب الدون كريسيان رونالدو مو بس جمهور الخاصة يعني مو بس جمهور الخاصة ميصفر عليه أحيانا كريسيانون كان يصفرون علي جمهور سانتياغو تذكرون لأنه كان شوي مار في فتحة ضرب شو رد عليهم؟ سجل هدف اعتذر رد مكان تطبيعي فيه لاعبين ميسي يصفرون عليه يعني طلع من جو المباراة أنا من حقي أصفر عليك وطلعك من جو المباراة مو لازم من أول خمس دقائق إلا إذا كان فيه عبارات عنصرية أنا مع فينيس أمي بالنمي لأن هذا الأمر مرفوض أخلاقيا فنقطة فينيس ما حبيت إنه من البداية إذا ما كان فيه عبارات يتفاعل مع الجمهور عمون وهي شخصيتها يعني أهم شيء عطاءه في الملعب يكون بشكل جيد كليانم بابي صحيح إنه ما سجل ولكن لما أحسب الكرات اللي سددها على الحارس ثلاث كرات تقريبا وكانت كرات خطرة أعتقد أن البداية لا بأس فيها المشكلة ما كانت بالأفراد باعتقادي المشكلة كانت فيه إرهاق بدني الفريق هو لاعب كاس سوبر النقطة الثانية إنه للحين أنت بتطلع إطار الفريق من أربعة ثلاثة واحد اثنين إلى أربعة ثلاثة ثلاثة بجناحين وكلهم عناصر هجومية وكلهم عناصر حركية وما عندي رأس حربة وما عندي لاعب طويل وقوي واستفيد مننا بالعرضيات فهذه كانت بعض الملاحظات ما أحب الأراء المبدئية يعني محترامي ما أحب الأراء اللحظية إنه يلا إنشرتتي إقالة إنشرتتي فاشل هذا اللاعب هذه الصفقة هذا كذا يعني أحنا نلحب بالجولة الأولى هذا الفريق تهوى فايز بالخامسة عشر هذا الفريق تهوى فايز بالسوبر الأوروبي هذا الفريق الموسم الماضي ما عند الله خسارة واحدة بالدوري من أتلاتك ومدريد الحين ما في تحليل ما في إطلاق أحكام هي فقط ملاحظات اللي شفناها في 90 دقيقة يعني 90 دقيقة بس عموما هارلق جمهور ريال مدريد يعني أنا أعتقد أن البدايات دائما تكون صعبة لكن على ما الأفكار تنسجم خصوصا بالثلث الهجومي متى ما لقى ريال مدريد فكرة أنه هو يقدر يترجم مجهود لاعبين المهاريين بالأهداف فيما مدريد كالعادة يكون رقم صعب على مستوى أوروبا ولا ننسى أنه فيه نقاط إيجابية عودة كورتوات ترى احنا نسينا كورتوات الموسم الماضي باستثناء نهاء الشمزيك عودتها مهمة الكرة اللي الكرة اللي شالها بالسوبر الأوروبي ضد باساليش أتالنتا دخلت مزيد في المباراة نحتاج نشوف ميليتاو أكثر مع روديغير وأن هذه هي الثنائية اللي راح تستمر طوال الموسم ولا لا انزحنا خلن ننتقل إلى لمحات بسيطة أنا ما بيطور عليكم حلقة اليوم إلى الكالتشو إلى جمهور الانتر أريد أن أطمن جمهور الانتر أنه أول شيء ملعب جنوة صعب ملعب الوجي فراليس جدا صعب والانتر تقريبا فيه آخر زيارتين لهذا الملعب وثلاث مباريات كان يتعثر الملعب صعب جاردينو بدرب محترم اللي عزي سيمون ينزاقي أن الهدفين اللي يدخلوا أخطاء فردية بحتة بحتة جدا الهدف الأول سوء تقدير من يان سومر ما كان عنده حس بالمساحة اللي هو واقف فيها صار عنده زي شتيت ما بين إبعاد الكرة وما بين إمساكها زاد أن القصر قامت شوي كان مزعج في الكرة العالية وبالتالي سجل جنوة الهدف الأول من فولياكو اللي أنت رد بشكل ممتاز هدف تورام بالرأس تحرك رائع وكان فيه خطأ بصراحة من المدافع باني لاعب اللي برو مستحيل تخلي هذه المسافة بينك وبين تورام لأن أنت لاعب اللي برو مفضو أنت تكون ليدا الدفاع وتعرف وتكون ذكي وأسرع بالتحرك لكن تورام حطت مهاجم محترم واحد من أنجح الصبقات من الموسم الماضي بالشواطة الثانية الانتر قدر يسجل بتبديلات الممتازة كالوس أغوستو فراتيزي اللي عمل أسست رائع جدا وسجل تورام بلمسة رائع يعني لمسة جميلة راقية لكن المشكلة أن التوقيت حصول جنوة على راكة الجزاء كان خطأ من يام بيسيك لمسة يد نوعا ما سوء تقدير مع أن يام بيسيك قدم واحدة من أفضل مباريات لكن بالنهاية تمت معاقبة الانتر على أخطاء الفردية ليش أطمن جمهور الانتر؟ لأن ما زال نظام اللعب موجود ما زال سيموني نزاقي موجود ما زال سيستم الانتر موجود ولحد الآن الفريق ما اكتمل يعني لحين ما اكتمل كعناصر فالأمر مطمن الملعب صعب أخطاء فردية للفريق زائد أن سيستم اللعب ما زال الانتر دائما مستحوذ وهو أفضل كان من جنوة ولعب كرات خطرة على مرمى الحارس قوليني للميلان شوفوا تشكيلة الميلان الفريق اللي لعب أقوى تحضيرات صيفية وفاز على سيتيو ومدريد وبرشلونة ومونزا شوفوا تشكيلة ميلان سال مايكرز ظهير إيساء اللاعب اللي أبدع بالتحضيرات الصيفية كلاعب جناح يلعب ظهير أيسر لأنه ثيوم مجاهز لأنه بافلوفيتش الصفقة اللي يعتمد عليها كقلب دفاع خنقول لحين ما تدرى بشكل كبير فرجعت الثنائية الأسوأ اللي هي تموري مالك شاو ومنه معاهم كابيتان الغفلة كلابريا اللي كان يعني اكتبت عنه تغريدة في تويتر بديت أكرهها بشكل مبالغ فيه فوضوي بالحركة دفاعيا سيئة عرضياتها يا جماعة عرضياتها للجمهور مستحيل انت ظهير شكاعد تسوي قاعدتها خضراتها بالتدريبات شكاعد تسوي بالضبط من أسوأ العرضيات اللي تشوفونها انزين هنا المهمة الآن ثنائية الارتكاز اسماعيل بن ناصر فونسيكا أساسا عنده رغبة عنده رغبة ان يوسف فوفانا ورايندرز اوه ما يلعبون لكن رايندرز رجع متأخر وفوفانا كان في المدرج توا موقعين معاه فلا لوفتس تشيك لاعب ارتكاز الموصل الماضي وما ينفع لهذا الدور واسماعيل بن ناصر مسكنقع يقاتل يحاول انه ينسج مع لوفتس تشيك واساسا على فكرة فونسيكا وادارة ميلا تبيت تسمع العروض لبيع اسماعيل بن ناصر وهم شايفين ان هذه فترة وعدت اسماعيل بن ناصر اللي انا اعتقد انه بدأ يرجع لفورمتها لكن مو نفس الفورمة قبل ثلاث سنوات انزين النقطة الاخيرة يوفتش يوفتش رأس الحرب انت كمهاجم اذا ما تكسب ولا ثنائية ولا مرة تكسب الافضلية على مدافع تورينو اللي هو ساول كوكو ما تساعد زملائك باللمسة الاولى ما تتحرك بشكل ايجابي ففيه خلل فيه تشكيلة ميلا الاضهرة مع الاجنحة يعني لا كلابريم ارتبط مع شاكويزي لاسل مايكز ارتبط مع رفايل ياو الحي رفايل ياو مرة مرتين ثلاث عندك فرص انت نجم الفريق اذا ما تخلصها انت بتخلصها انفراض ضاع عليك بابداع الحارس سابتش كرة على خط ستة ضيئها يتحرك بشكل جيد لكن مشكلة احيانا بعض القرارات تكون ضد اليوم خلقت مع الاهداف هدف تورينو الساذاجة اللي صارت من سال مايكزي اللي مو قاعد يلعب مكانه خداع عليه بيلانوفا لكن شوفوا مالك تشاو مستحيل هذا المدافع بدرب مخيف لذلك ميلا نوقع مع بابلوفيش الكرة ما كانت داخلها او دخلها اونجول انزيل الهدف الثاني لتورينو يتلاعبون في الجهة اليمين يعني على راحته لاعب تورينو كالابريا نايم 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 عرضية على خط الستة زباطة هدف قلوب الدفاع وينهم الله اعلم مين اللعب واحدة من اقبح المباريات وقدر يرجع بالتبديلات لما دخل راين درس عدل نصر الملعب دخل مراتة على قل من لمسة على قل قاعد يقاتل نوح وكافور اللاعب المظلوم دايما هو البديل الناجح ميلا قدر يرجع على تورينو بهدفين خلال ثلاث اربع دقائق ميلا ما كان يستحق اكثر من نقه ويمكن لو خسران نعم راح اقول تورينو يستاهل فوز كان منظم اكثر من ميلا وتحية المدرب بانولي فانا ما بي احط لومي كبير يعني لومي كبير على فونسيك لانا كلابريا الاداء المعفل اللي قدمه انت شاري امرسو مكانه فالمفروض ان امرسو يعب مكانه انت شاري باوفلوفيش عشان تتجنب اخطاء مالك تشاو انت مو مغتنع بثنائية لوفتس تشيك وبالناصر لانك انت ناطر بوبانا ورايندز بمعنى ان هذه التشكيل اللعبها ضد تورينو ما اعتقد راح نشوفها بشكل متكرر لان صفقات ميلا ايها راح تدخل على الفريق والمفروض ترفع الكواليتي انا ما زلت اشوف كواليتي تشكيلة ميلا ممتازة ميلا عنده لاعبين مو ما عنده عنده لاعبين لكن ما يضرب هذا القبح لان التشكيلة غير مكتملة خصوصا ثيو هرنانز على اليسار ثنائية الارتكاز مراتكة مهاجم ايجابيات الميلا في هذه المباراة عشان اختم الفيديو الكامباك اللي صار وانت سيء هذا يعطيك روح ايجابية لان الفريق ما زال يقاتل هذه النقطة النقطة الثانية ان مهاجمك اللي انت شاريته يسجل اول هدف وهو بديل في اول مباراة هذه ايضا روح ايجابية لمراتكة المفروض يلعب دور مهم هذا الموسم فالخروج باقل اضرار هي نقطة ايجابية للميلا وما في حكم على اي فريق هذا نابولي خسر ثلاثة صفر من هيلز فيرونا هذا روما تعادل الانتر تعادل في الجولات الاولى لا تحكم على اي فريق انطر الشكل الكامل انطر الحالة بدنية تتفع وبعدها نحكم انا اسف طولت عليكم لكن مرات يعني اشتاق لكم بشكل كبير فاذا اعجبك الفيديو شير واللايك والسبسكرايب وعسى الله لا يحرمنا من دعواتكم طيبة ومع السلامة